أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على العلاقات التاريخية التي تربط مصر والإمارات على كافة الأصعيد والمستويات وخلال استقباله رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي ساكر غباش استعرض المستشار جبالي التفرة النوعية التي تشهدها مصر في مجال البنية التحتية خاصة في مجال الطرق وهو ما يجعل بيئة الاستثمار في مصر بيئة واعدة كما أكد جبالي على تطابق المواقف المصرية الإماراتية زاء قضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بالرفض القاطع للتهجير القصري للفلسطينيين والحلولة دون تصفية القضية الفلسطينية ومن جانبه شدد غباش على أن العلاقات الإماراتية المصرية ضاربة في جذور التاريخ مشيدا بالموقف المصري الصلب في وجه مخططات التهجير القصري للفلسطينيين ومنددا بالمعايير المزدوجة للمجتمع الدولي في تعامله مع تلك الأزمة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر